وفق رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي على عقد جلسة لمجلس الوزراء في محافظة صلاح الدين للوقوف بصورة مباشرة على المشاكل التي تعانيها المحافظة النائب عن محافظة صلاح الدين الدكتور قتيب الجبوري قال في بيان له إنه بحث مع رئيس الوزراء عادل عبد المهدي خلال لقاء جمعه به ملف المغيبين والمفقودين في المناطق المحررة خصوصا صلاح الدين ولينوى والأنبار مؤكدا على ضرورة إلاء هذا الملف أهمية كبيرة من قبل الحكومة وبينا أن رئيس الوزراء أبدى استعداده التام للعمل بجدية لتوجيه كل الجهات المعنية لحسم هذا الملف وتطرق الجانبين بحسب البيان إلى موضوع إعادة المفسوخة عقودهم من الجيش والشرطة حيث تقدم الجبوري بطلب إلى رئيس الوزراء لتوجيه وزارة المالية للإسراع بإجراءات عودتهم إلى الخدمة بعد إكمال الإجراءات التي قامت بها وزارتاء الدفاع والداخلية ليباشروا بأداء مهامهم لدعم الأجهزة الأمنية في وزارتين الدفاع والداخلية اشتركوا في القناة